ولرسم صورة أكثر وضوحا من مدينة تيامبيرو ينظم إلينا فالنتين يارما لينكو المتحدث باسم قيادة الجيش في شرق أوكرانيا أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الساعة سيد فالنتين هنا الحديث عن التطورات الميدانية الحاصلة على الأرض مع كل هذه التغيرات العسكرية ومع وجود أيضا زخم من قبل الدول الأوروبية في منح السلاح وهنا نتحدث إضافة إلى بريطانيا وواشنطن هل حجم الدعم المقدم مبدئيا يكافئ حجم الحرب بالنسبة لحجم الحرب هو كبير للغاية ولكن نحن ممتنون لأي دعم وهذا الدعم يزداد وأخذ في الإزدياد ونحن نشعر به دائما وأخذين بالحسبان حجم ونطاق هذه الحرب وأن العدو يستخدم للأسف أساليب وأساليحة ليس فقط ضد الجيوش العسكرية ولكن ضد أيضا المدنيين واستخدمون أساليب إرهابية ضد المواطنين المدنيين لذلك نحن نطالب أكثر فيه دعم ونحتاج لدعم أكثر وأي دعم أكان إنسانيا أو أكان عسكريا بلا شك سوف يغير مفاتيح القوى في هذا المجال ونحن كل ما نحصل عليه نستخدمه من أجل الذود عن بلدنا وعن أرضنا وندافع عن أنفسنا ضد هذا الغازي نعم في التطورات الميدانية الحاصلة على الأرض الآن سيد فالنتين كيف تقيس الأمور خاصة مع السيطرة الآن على مريوبل ومصنع أزوفستال تحدثت المصادر عن خروج 20 مدنيا بينهم أطفال بداية مريوبل كيف هو الوضع فيها ميدانيا وكيف تم إجلاء هؤلاء وكم الباقي منهم داخل أبنية هذا المصنع الآن الأرقام بالتحديد لا أستطيع أن أذكرها سوف تذكر هذه الأرقام بعد نصرنا وبعد انتهاء العمليات العسكرية في مريوبل والتي ما زالت مستمرة وتستمر أيضا المعارك في مختلف الجبهات وتبغى كثير من النقاط تحت سيطرة الجيش الأوكراني وما زال المواطنون في مريوبل والعسكريون والمحاصرون صامدين وسوف يبقى كذلك وأعتقد أن مريوبل أيضا بالرغم من هذه الصعوبات في المجال الإنساني والكارثة الإنسانية هناك سوف يواصلون الذود عن بلدهم بالإضافة إلى أن هناك أيضا قصف إلى المناطق في روسيا وضد كل من يختبئ من العدوان والذي يحاول القصف والرمي على أزوف ستال وبلا شك نحن نرى بأنهم يحاولون كثير من الدول الأوروبية والأمم المتحدة تحاول حال حالة هذا الموضوع بأقل الخسار ولكن للأسف لا يتسنى لهذه القوى ذلك ولا تستطيع أن تضع نقطة في إيقاف هذه الأزمة وكل العالم الآن يدرك ذلك والآن بدأ يفهم الجميع بأن هذا الكذب الدوري والمنظوماتي الذي يتبعه وتتبعه روسيا هو أمر هراء وغير صحيح والمكافحة والمقاومة متواصلة هل نستطيع القول أن الاستراتيجية المستخدمة الآن في شرق أوكرانيا مختلفة تماما عما تم استخدامه في كييف وبالتالي ما هي الاستراتيجية وما هي أوراق التي يمتلكها الآن الجيش الأوكراني في دفاعاته المستمرة؟ على وضعها أود القول ليس فقط في الشرق ولكن في الشمال الشرقي أيضا بشكل عام تختلف بأن هناك تركيز وحشد أكبر لجيوش الروسية رغم كل القصص الجميلة بأنهم قرروا الخروج من كييف بتكتيك حصري ولكن هذا الأمر ليس كذلك فهذا فقط خسارة وهذا فضح للقوات الروسية والآن يحاولون الهجوم في اتجاهات مختلفة ويحاولون أن يهيوا ظروفا لمحاصرة القوات الأوكرانية هذه لسليب جديدة ونحن نستخدم أيضا المراوغة العسكرية بشكل جيد وكل هذه المخططات الروسية مكشوفة بالنسبة لنا ونستخدم الطرق المضادة لذلك ويوجد لدينا خبرة عسكرية كبيرة أيضا والآن تقع خسائر كبيرة في صفوف الروس أيضا ونستطيع أن نتحدث عن نقطة تحولية لصالح أوكرانيا بعد خسارتهم في كيف وفي سومة وفي تشيرنيغا سوف تكون هناك خسائر أكبر في مركز أوكرانيا وفي شرق أوكرانيا وبالتالي هذا يقودنا إلى سؤال الآن عن الدنباس وما يدور في الدنباس ويبدو أن هناك استماتة وقتال محتد على الدنباس ما هي المقاومات التي تمتلكها الدنباس الآن لتغيير المعادلة العسكرية خاصة وأن روسيا تمضي قدما باتجاه تحقيق أهداف ما زالت مصممة عليها في دنباس هناك كما ذكرتم مقاتلة مستميتة وتوجد لدينا كل الإمكانات الموجودة من أجل مواصلة هذه المقاومة وهم يتقدمون ولكن ببطء شديد ولكن هذا لا يعني شيئا بالنسبة لنا لأن هذا التقدم لن يتبعه شيء مهم وهم ينتظرون فقط الترويجات الأعلمية التي يصرحون بها والدفاع ما زال الأوكراني ما زال ناجحا ونحن نطحن ونحن ندمر ونعطب جيوش الغازي وكل هذه الحشود التي حشدها لن تفعل شيئا وسوف نطحنهم وسوف القاذفات الأوكرانية والقدرات الأوكرانية والقوات الجوية الأوكرانية والمسيرات الأوكرانية سوف تواصل هذا الدفاع والغازي يتكبد كخسائر كبيرة لذلك علينا فقط الانتظار ونحن سوف نعرف وسوف يعرف الجميع بأننا لن ندافع فقط لا وبل نخطط للنجاح وللانتصار وسيبقى لديهم خيار واحد إما الاستسلام الكامل إما الاعتراف بالخسارة هذا سيكون عاجلا أم آجلا ولكن الفرق مع الزمن هو سعر هذه الخسارة وثمن هذه الخسارة نعم نوضح الآن أمام صورة تحتاج إلى توضيح منك سيد فالنتين أنه هل انتقلت روسيا من الحرب الكلية إلى القضم الجزئي وهنا الحديث على أنه بدل التدمير الكلي ممكن أن تتغير هذه الاستراتيجية باتجاه أخذ جزء وراء الآخر هل هذه الاستراتيجية موجودة الآن وما الذي سيقابلها من الجانب الأوكراني أولا هذه الاستراتيجية ليس هي استراتيجية القضم الآن يواصلون الاستراتيجية الاستراتيجية واسعة النطاق ولكن هم يبتعدون عن هذه الاستراتيجية في بعض الأحيان بفضل البسالة والشجاعة للقيادة والإدارة والإدارة الجيش والقوات العسكرية الأوكرانية بعد ذلك ينتقلون لأستراتيجية القضم ولكن في حقيقة الأمر يواصلونها ولو استطاعوا هذه السياسة سياسة النطاق الواسع لإجراء الحرب فكانوا لا يبقوا كذلك بالإضافة إلى هذا العتاد العتاد الذي موجود لديهم كثير من العتاد القديم أيضا والبالي والذي أيضا يصبح ويبقى في بعض الأحيان الكثيرة في أيدينا ويصبح في أيدينا ومن يعيش في روسيا أنا لا أستطيع أن أسميه الشعب بل هم قاطنون في روسيا وهم يحاولون تصديق ما يجري وتصديق ما تعلن عنه روسيا وأنا أستغرب لهذا التصديق الذي يقوم به المواطنون الروس بتصديق ما تدلي به قياداتهم خسائر الجيش الروسي تفوق الثلاثة وعشرين ألف جندي قتيل وألاف الدبابات ومئات الطائرات والمقاتلات والمسيرات وهذه أكبر خسائر لروسيا تتكبدها بعد الحرب العالمية الثانية والجيش الروسي يحاول التوصل إلى أهدافه متغاض ولا مكترث بعدد الضحايا الروس سنحاول أن تنتهي الحرب بأسرع وقت ممكن وكيف سوف تنتهي الحرب نحن نعرف ستنتهي بانتصارنا وبوحدة أراضينا وبالذودي عن بلدنا وبلا شك سوف تكون هناك محاكمة للروس لارتكاب جرائم إرهابية ضد الشعب الأوكراني كما كان في نورمينغ في عملية نورمينغ هكذا سوف تنتهي الأمور أيضا للأسف التاريخ الآن يعيد نفسه والأحداث مشابهة ولكن الممثلين آخرون وسوف يمثلون أمام العدالة الدولية بلا شك وهناك تشابه كثير وهذا هو أبشع من النازية لأنه تستخدم تكنولوجيات جديدة حتى القنابل العنقودية وأنا كنت شاهد عيان في بعض المناطق وكنت هناك في ماريوبل وفي مناطق أخرى وكل المناطق العسكرية وهذه الراجمات الصواريخ التي تستخدم ضد أراضينا بلا شك هذا إرهاب ذو تكنولوجيا عالية هذه فحوة العملية الروسية وهذا هو مضمون ولدينا خيار واحد هو النصر من أجل أن نبقى أحرارا وأن نبقى أناسا وأشخاصا نذود عن أنفسهم الشكر الجزيل لك على كل هذه التفاصيل من مدينة دينيبرو كنت معنا السيد فالنتين يارما لينكو المتحدث باسم قيادة الجيش في شرق أوكرانيا شكرا جزيلا